السلام عليكم طبعا انا وانت نفسنا كلنا نخش الجنة مش كده ولا ايه ونخش الجنة ان شاء الله برحمة ربنا وبحصن ظننا في الله سبحانه وتعالى فما ظنكم برب العالمين لكن انا بيني وبينكم انا مرعوب من القبر ووالله ثم والله ثم والله انا لما بقف على القبر كده يا جماعة واحضر دفرة حد اقول ايها يا ربي يعني ما يبقاش كده الحياة ضايرك كده لحد ما قابلك على طول في الاخرة انا هنام هنا ده انا بخاف هنام لوحدي ده انا بخاف اطف النور انا لقينا في اللي ما بحبش رحها جنبي وحشة هنام في التراب ده تخيل طب انا عايز القبر بتاعي بقى منور بجد اوالله بكلمكم بصدق نفس القبر بتاعي بقى منور طب انا خلصت القبر طب انا خايف من الجسر والصراط نفس الجسر والصراط دول يبقوا منورين فازاي عايز حاجة تنور للكلام ده علشان كده هديتك النهاردة بعد ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم جايب لك حاجة هتقولها بعد كل صلى مفروضة ثلاث مرات كلام سهل كلام بسيط ماهوش معاقد ولا طويل كلام سهل قوي ذكر يسير سهل لكن خلي بالك الذكر السهل البسيط ده هينول لك حياتك كلها مش كده او بس ده هيزوقك زاء لحد بتخش الجنة لو ما كانش ياخد بايدك عشان يدخلك الجنة هيفضل يزوقي فيك لحد ما يدخلك الجنة عارفين من الله الليلة الكلام ده سيدنا عبدالله بن عمر سيدنا عبدالله بن عمر بيقول ايه سيدنا عبدالله بن عمر كان من هديه انه بعد كل صلاة مفروضة يقول ما اقوله هذا الذكر اللي اقول لك ده ثلاث مرات يقول ايه بعد خلي بالك سيدنا عبدالله بن عمر يقول من قال دبر كل صلاة واذا اخذ مجعه من النوم يعني بعد كل صلاة مفروضة ثلاث مرات ولما ييجي ينام اول ما يقوي الافراشي اول ما يجي على السرير كده او على المرتبة كده وهينام يقول ايه بقى ركز اكتب ورايا لا مش محتاج اكتابة ده محتاجة بس حضرتك تسمحوا مرتين هتلاقي نفسك حفظتهم الله اكبر وكبيرا عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامة الطيبات المباركات تلت مرات ركز معايا كده تلت ايه تلت مرات وبعدين لا اله الا الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامة الطيبات المباركات وبعدين سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامة أمات الطيبات المباركات وبعدين الحمد لله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامة أمات الطيبات المباركات أمات الطيبات المباركات وعلى الجسر نورا وعلى الصراط نورا حتى يدخلنه الجنة أو حتى يدخل الجنة الله أكبر شف الجمال يعني أنت هتنور قبرك وهتنور الصراط وهتنور الجس وبعدين الكلمات دي هتدفعك إما أن تدخلك الجنة تاخد بيدك تدخلك الجنة أو تزوءك لحد ما تدخلك الجنة يلا نقول الذكر كده كامل من غير أي تقطيع في النص علشان لو حضرتك عايز تكتبه أو عايز تسجله هتقول بعد كل صلاة مفروضة وأول ما تيجي تنام مباشرة تقول إيه الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات الطيبات المباركات لا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات الطيبات المباركات سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامة الطيبات المباركات الحمد لله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامة الطيبات المباركات ثلاث مرات بعد كل صلاة ولما تيجي حضرتك تنام صباحكم أمل صباحكم رحمة صباحكم نور صباحكم موصول بالنبي الرسول وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي البركات وعلى آله وصحبه وسلم